أزل أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نت مازيغ أو جذور الأمازيغية كانكم من امتابعين البرنامج وتشوفوا في هذه الحلقات فيه سلسلة من الحلقات ندير فيها على التنوعات الأمازيغية نجيب تنوع وانقارنه مع التنوع النفسي أهليه بنجيب تنوع جديد هو الأقرب للنفسية على الإطلاق في كل أفريقيا الشمالية طبعا هذا من غير ما نتكلم عليه جنوب تونس وهي امتداد تاريخي لجبل نفوسة ولكن خارج هذه المنطقتين حوض نفوسة حتى داخل تونس لا يوجد تنوع أقرب إلى التنوع الأمازيغي النفوسي الليبي زي تنوع متاع وادي ميزاب طبعا المسافة التي تفصل بين جبل نفوسة ووادي ميزاب مثل مدين تيفرن إلى وادي ميزاب وهي أغلى 1300 كم طبعا تاريخيا ارتبط جبل نفوسة بوادي ميزاب بعلاقات متينة يعني مش المذهب الإباضي اللي هو القاسم المشترك بينهم هم أو جربة فقط ولكن أيضا بهجرة أعداد كبيرة جدا من النفوسين اللي استقروا هناك وسموا حتى مناطق كاملة بأسماء قرهم فالأولى اللي هي كانت في نفوسة زي مثلا أتمليشت اللي هي تمليش هيد في جبل نفوسة وغيرها يعني في حتى عائلات تحمل ألقاب نفوسية صرفة إلى اليوم طبعا أنا مدين بهذه المقارنة لأساتي تدي وأصدقائي في وادي ميزاب كالأستاذ الكبير حواش عبد الرحمن وفخار عبد الوهاب وأتي لي شين صالح اللي هو يقول نفسه بنفسه في اللقاءات في التعوالت أنه هو نفوسي وغيرهم كثر اللي هما لا يمكن أن أحصيهم هنا في هذه العوجة وزيارة الوهاد الميزاب أو زيارة الوهاد الميزاب كانت دائما مفعمة وحقيقة فيها ترحاب كبير من الناس نفسهم وتحس يعني أنك أنت ما زلت في داخل الرحاب جبل نفوسها لا أحتاج يعني لو كنت أنت في وادي ميزاب فلا تحتاج إلى يوم أو يومين لو كنت نفوسي في الوادي ميزاب إلى يوم يومين حتى ينطلق يعني لسانك بطلاقة في هذا التنوع وحتلاحظوا أني مش هنجيب هلبة فوارقة هنا في هذا اللقاء وجب القول أيضا أن هالي يعني ميزاب والله من خير 18 ومن أكثر الناس كرما وحسن معاملة وخلق وعلى فكرة التدين يعني أنا جبت العالم يعني درت حقيقة مناطق كثيرة من العالم من الآسيا إلى الشرق الأوسط إلى أفريقيا إلى كذا لم أجد أناس ما زالوا محتفظين بالتدين على الطريقة الأولى زي اللي شفته في حقيقة وادي ميزاب وتدين حقيقة مش مظهري بس ولكن فيه الكثير من الخلق وحسن المعاشرة والأخلاق اللي هو التدين ليس المظهري وإنما الجوهري طبعا لي بيزيد معلومات على وادي ميزاب خشوا لأرشيف توالت في الصوتيات وتلقوا لقاءات عديدة على جريتها وقصص وحكايات للآخره بحيث تسمعوا التنوع المظهري هلنا بنحط بيعني علي عجالة بس بسيطة عن التنوع اللي هو والله التنوعين هادو نفسه ونظاب منسجيمين في الغالب يعني صحيح إن وادي ميزاب فيه اللي هي عملية الانسجام داخل الحروف نفسها وعلى فكرة الحروف راهي متكاملة بين وادي ميزاب ونفسها طبعا يسهل عملية الحديث عن القاسم مشترك بين التنوعين ميزاب ضل إن هي وفية إلى التغيرات اللي عندهم بمعنى مثلا لما يقلبوا الكافشين دائما يقلبوا الشين لما هذي الأشياء نجدها في نفسها بكثرة بحكم الاختلاط اللي موجود في جبل نفسها عبر التاريخ وإلى غيره وساعة المساحة كذلك متعجب عن نفسها المهم نبدو ربما زي ما نديره غالبا اللي هو في التنوع أو المشترك اللغوي يعني نقول المشترك اللغوي المعجمي اللي هو لا يمكن حصله لأن اللغة كلها مشتركة يعني حقيقة أغلبها مشترك إلا ما هو متختص بالبيعة الصحراوية اللي هم عايشين فيها والبيعة الجبيرة اللي احنا عايشين فيها ولكن خلاف هذا يعني تقريبا نفسه وليلما نقدم في محاضرات مثلا في وعد الميزاب اللي يتكلم على الأصدقاء والكلام نفسية عادي جدا هم يتكلمون هيد طمزة عادي ولا كأنه فيه فرق في التنوع اللي هو ألف ورثمائة كيلومتر بناتنا طيب نجيبه كلمات أمان أغرم مش عرف تيدي آدو أشيد أرغاز اللي يقولون هما أرجز طبعا جاج إنج أدي وهذه من جواه على فكرة متاع أرجز و أرجز من جواه بدي شوية جاج إنج أدي قول إيمي أغي أقيمي أمقران تيرا أسلي تاسلت أحنين بنا نتكلمش على فترة خلصة أسمعين في اللعوة ولكن أي حاجة تختار على بالي من الكلمات بنقول لكم عليها تاتا اللي هي تاتا الحرباء طبعا أول إيزي زاو هم طبعا هنطقوا فيها زا مفخم وهذا حنجوه بعدين ضار إيضس صمد لاحظوا معي ضارة صمد مش أصمد صمد أرف تفريت تفريت اللي هو الورقة بوض مش أبوض أظلماد أروال اللي هو ترولها يرول أرار إراد يراد طمصد مثلا طمصد طمزين إردن أريف يرى أزطى إتا أنغالي يرقل يرغع ينق ينغى أسن أفغ أزن تيسيت أسل إج أني تزدت أزقرار تزدت أزدد أف أتافد يخس إخسان أه أجدو أم أعصد أم هذه أشياء موجودة في البيت فكل ما نرى حاجة نتذكرها ونقولها بالطمزة أو بنفس علينا نفس كلام أجدو أجدو تجدو الوامن أدن يدن أدان أمجر تلفسة إينرز إيمي ممي يلي يو و التمع أفوس تغاردم تلاز ملل لاحظة أمجر أس فاد لاز تقع اللي هو الغبار أغرو تدونت تدونت نفس الشيء إزرزر عطان هزل سستن أستن حتى هو المثقاب أسستن إيلز إيتري إيد أوشن أورا ونمشي والله يعني مستعد نمشي ساعات ونقول في الكلمات المعاشية المشتركة رأوا كلام عادي في مظام ونفسها أورغ تفويت تفويت ليس حتى تفوكت أو تفوشت أو آخر تناست ليس حتى تسارت تورت ليس حتى تبرت تنفس تغريت تسنت تبرت تمديت تزيري تاكلت أمنسي أغيل أس إيجدي لوم إيميندي تيسنت تيشيرت أودم حقيقة أنت عبت يعني إنسي تفاوت يعني حاولت نجيب المعجم مقديمه وجديدة في كل المجالات تقريبا في يعني عليه حال نجد نفس الشي في في التنوعين وممكن حتى هنجيب لكم المفرد والجمع حتى طريقة الإفراد والجمع متطابقة مئة في المئة حقيقة الأمر يدعو الاستغراب طبعا إذا كنت متخصص يدعو الاستغراب وكذلك إذا كنت متعرش تاريخ المنطقتين التي هي تقاربهم رغم بعض الجغرافي بيناتهم التقارب هنا نجيبه في المدخل أرجاز إرجازن إيتري إيتران أول أولاون أودم أودماون ماضون إيموضان لاحظوا ماضون ميم من غرف الألف أغنجع غنجين أغلد إغلدنا على فكرة إلا في الجنوب التونسي وليبيا ودينيزا ضاض إضوضان ضاض مش أضاض تزدائي تزدائي تسل 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 تن 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 تي 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 تن 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 لاحظوا أهنيزة قبل شوية وكلمتكم أكثر من مرة أن يحدثوا في ألف الابتداء أو حرف الابتداء اللي هو A-E-O في الأفلال المفرد المذكر ولاحظوا هذا نفسه بالضبط في نفوسه الغربية من جاد وحتى للوت واللي هو يتسمى تاريخيا بأميناج يعني تطابق طعم حتى في الشذود اللغوي اللي هو تكلمنا عليه في حالات هلبة حالة الحدف هذه اللي قلنا عليها حدف حرف تحريك في البداية مش أضاض ضاض مش أفوس فوس إلى آخرهين يعني الفرق بيناتهم اللي هي زي ما يقوله الاثنين نفوسه ومضاب جاراس ولا جاراون ولا جارانة تواب لايه هذا مش نفسي الكلام هني كذلك لازم نتكلموا على النحو وزي ما قلنا هم يعني يستخدموا في نفس التغير بالضبط يعني مثلا في الضمير نقوله نش شم نشني نتني نفس كلام ولا هني تلاحظوا التطابق التام بين التنوعين ولكن على كلامي اللي قلت قبل شوية النمضاب أفضل من نفسه من ناحية اتباع القواعد بحذفيرها بمعنى يعني الكاف هديك هتولي شين ديمة ولا حني في نفسها لا يعني في نفسها نقوله مثلا نتركه أحيانا ونغيره أحيانا في الكاف وشين هديك هم لا ديمة يغيروا فيها فمثلا زي ما قلنا مصاب يتبق في القاعدة مع أنها هي غلط طبعا مش هي العمازيغية المعياء مش غلط ولكن مش عمازيغية المعياء هل لحظوحة في تاريفيشت في شمال المغرب والأوراة وغيرها شك عندنا عندهم هم مثلا شتش الكاف هدي كمتاع شك هي شتش لاحظ قلب الكاف شين ديمة شك ون أصبحت شتش ون أكروس أصبحت أشروس أك أوشغ مثلا أشوشا أوشيغاس أشوشا أكوشا سمحيني أو أشوشا إلى آخره إذن هذا التغير دائما حصل في التنوعين ضمائل الملكية تقريبا هي نفسها أنا ممكن نخلي النحو في المرة الجاية لكن غريك على السريع ضمائل الملكية تقريبا نفسها إلا في حالة إينو أصبحت إينوك الكافة وهذه لما تشوف المخطوطات القديمة متعمزة بنفسها ولما تشوف حاجة مكتوبة حتى من مئة عام بس يقولوا إينو مش إينوك عندك الجاة تقلب عندهم جيم مثلا جارانغ أصبح اللي هي نحنين نقوله جارانغ أقضيد أصبحت أرجضيد تقلب كلمات أخرى في نفسها مثلا نحنين نقوله أرجز هم يقولوا أرجز الجاة جيمة يعني زي ما قلت هم يحافظوا أكتر من نحنين على القاع رهي ستوبية مثلا أجليد أصبحت أجليد أدو أصبحت أدو جورة هذه الأشياء البسيطة جدا لو تعرفها قبل ما هتمشي صدقوني يوم يومين ينتهى الموضوع مثلا حتى إيجن أصبحت إيجن في حاجات بسيطة جدا حتى تلاحظوها مع الوقت اللي هي الشين تقلب قلب بسيط مثلا نقوله مثلا أكدياس أو أشدياس تلقاه يقول أجدياس يعني حاجات بسيطة جدا جدا وهذه هنتكلم عليها أكتر لما نتكلم عن القواعد التطبق في القواعد النحوية بين التنوعين وكذلك في السينتكس بل حتى في التعابير هذا يعتبر من سابع المستحيلات في مناطق منعزلة وبعيدة على بعضها إن يصبح التطبق حتى في التعابير شيء غريب جدا وهذا أظن راجع أول شيء بسبب الهجرة النفسية وكان حد يدير دراسة لهذا بحيث يجمع جميع التعابير المشتركة بين نفسها ومضاب ويجمع كذلك يعني الشواد اللغوي للآخر يخرج بنتيجة بسيطة جدا وهي متى كانت هذه التعابير مستعملة عند نفسها بمعنى لو كانت جدا تعبير مشترك بين نفسها ومضاب التعبير هذا جاء مع النفسيين مثلا إلى ودي ميزاب من ذاك الوقت وبمعنى أنه موجود في نفسها منذ مثلا القرن السابع عفوا القرن الثالث عشر الهجري متى الميلادي عفوا لما هاجر النفسيين إلى ودي ميزاب وكذلك عندهم مثلا حاجة بسيطة جدا كذلك يفخموا فيها الكلام يعني أنتوا الجزائرين في عموما عندهم التفخيم مثلا الطاكسي طاموبيل الطن إلى آخره بدني يقولوا التاكسي وأوتوموبيل وآخره فعندهم حتى الززين المفخمة مثلا يقولوا مثلا زاو بدل منزاو يعني المهم قصدي هذا الذي نقول أنه عندهم قصيرة التضخيم سمحوني كترت عليكم ولكن حلقة الجاية إن شاء الله هنتكلموا عن القوة تطبق في التعبير والنحو والأشياء الأخرى بين نفسه وودي النظاب إلى درجة حقيقة تدعو إلى التعجب وضرورة عمل شيء في ذلك وهو البحث العلمي الدقيق في هذه الأمور تنمي وإلى حلقة أخرى إن شاء الله